اول حاجة هنعملها معنا نبدأ يا شيف كريم ناخد التاصة عشان نبدأ نبدأ البصل معنا هنبدأ نحمر البصل طبعا قبل اي حاجة معنا هنا المقادير بتاعتنا عبارة عن مقادير المكارونة قبل اي شيء معنا هنا مكارونة تمام مكارونة مسلوقة معنا جبنا مجزارلة هتحطوها على الوش لو حابين ومعنا طبعا اللحمة والبصل تمام بهارات هنبدأ مع بعض ناخد بس الكلوبز نبدأ يا شيف كريم قبل اي حاجة لحظة نلبس الكلوبز قبل اي حاجة حابة اعرفكم بالشيف كريم مساعد بتاعي ودريع اليمين وبجد حد جميل جدا عارف كل الكالوري في كل اكل عبارة عن ايه بنرحب بيه معنا سالخير يا شيف كريم هنبدأ مع بعض نشوف هنعمل ايه معنا طبعا المكونات المكارونة البشاميل انا سلقتلكم المكارونة عشان ما ناخدش فيها وقت وحنا على الهوى تمام هنبدأ اول حاجة نعملها طوصة فاضية وهنبدأ على النار نحط الزيت بتاعنا قبل اي حاجة ممكن نستخدم زيت وممكن نستخدم سامنة على فكرة عادي جدا على ده بيبقى حسب الرغبة هنبدأ نحط شوية زيت مش كتير لان قريدي اللحمة المفرومة بيكون فيها شوية نسبة من الدهون هنبدأ ناخد المعلقة السباتيولا لصفرة ونبدأ ننزل بالبصلة بتاعتنا ركزوا معنا بقى عشان كل تكة من ديت هتفرق معاكم جامد جدا طبعا زي ما قلتلكم مش هنزود الزيت او السامنة كتير لان اللحمة بتاعتنا هتكون فيها نسبة من الدهون او نسبة من الدهن اللي بيكون في اللحمة المفرومة زي ما انتو عارفين بنبدأ نحمر البصلة بتاعتنا طبعا يا دوب بس قبل ما لونها يتغير بس تسفر معنا وبنكون مجهزين معنا طبعا اللحمة تمام يا جماعة عايز اقول لكم ان بجد مبسوطة جدا جدا بالقناة هنا مبسوطة بجد بالحلقة اللي انا بصورها ديت وفرحانة بيكم متابعين قناة الصحة والجمال خليكم معنا اوعوا تروحوا في اي حتة تابعوا الحلقة معنا متابعين مطبخ فريدة فوزي انا معاك وهو خطوة بخطوة اكيد انتو عارفين كل تكات الاكل بتاعتي بس النهاردة هنعمل لكم حلقة مختلفة جدا جدا طبعا اول ما لون البصلة بتاعتنا يتغير احنا ببنستناش عليها لما تسفر او تحمر لا احنا لونها بس بيغير معنا وبنبدأ ان احنا نحط اللحمة بتاعتنا عليها وزي ما قلتلكم انا سلقى المكارونا عشان ما ناخدش وقت معنا طبعا هنعمل معاكم الاكل واحدة واحدة اكلة اكلة واحدة هنتعذب واحدة واحدة هنتعذب واحدة واحدة على رأي الشيب كريم يا جماعة معنا اتصال من الناس اللي بيحبوا قناة الصحة والجمال اكيد متابعين قناة الصحة والجمال معنا رانيا نقول قالو يا رانيا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا شيف ازايك يا رانيا عاملة ايه حضرتك نورتي كلك زق وشياكة حبيبة قلبي والله انت اللي جميلة ومنورة الصحة والجمال ومنورة فريدة فوضي يا قلبي نورتينا والله حبيبة قلبي نورتينا نورتينا أنا جربت كل وصفاتك بصراحة معظم وصفاتك وجربت برضو البقلوة تركي جميلة جدا يا حبيبة قلبي والله بصي مش هارف اقولك ايه والله نورتيني بالاتصال ده واسعتيني وفرحتيني حبيبة قلبي يا بجد كاماتك جميلة وصراحة انا بستفيد منها جدا تسلميلي تسلميلي يا امر تسلميلي يا رانيا بجد ربنا يخليكي وتسلم ايدك على كل حاجة تعمليها حبيبتي يا رانيا تابع معنا المكرون للبشامل النهاردة وتابع الملوخية عشان اكيد هتطبقيها مع مالتها لخوش على القناة هنعملها الاول مرة على الصحة والجمال بإذن الله هعملها النهار اكيد يا رانيا اكيد كل اكلك ما شاء الله جميل وكله نظافة وترتيب حبيبتي يا رانيا بجد نورتيني مبسوطة جدا بمكلمتك الله يخليكي كاماتك بجد كناتك فايدة فوزي على اليوتيوب بصراحة انا ما بستغناش عنها ابدا قلبي بجد بجد انا بحبكو كلكو جدا جدا بجد مبسوطة جدا النهاردة ان انا معاكم ومصر نورتك يا حبيبتي حبيبتي شكرا شكرا يا رانيا نورتين يا رانيا شكرا لك كتير تابع معنا الحلقة يا حبيبتي نكمل معاكم يا جماعة بقى نشوف اللي احنا بنعمله تمام انا عايزة بس خليكم تكونوا شايفين كل حاجة دي الشربة اللي هنعمل بيها الملوخية يا جماعة تمام احنا معنا هنا حطينا اللحمة بنبدأ نعصاجها مع البصل زي ما انتم شايفين تمام وبنبدأ ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا اللي هي هكون حاجات بسيطة قوي من كل حاجة تفضل يا شيف كريم هنبدأ ننزل ببهاراتنا طبعا البهارات بتحب الابداع ما ينفعش اقول لكم حطوا ايه وما تحطوش ايه نقولي البهارات يا شيف كريم من فضلك ناخد الملح معنا كمان البهارات بقى بقدونس كسبرة شطة ابداعوا في اللي انتم عايزين تحطوه والملح طبعا حسب الرغبة عايز اقول لكم مبسوطة جدا بالاتصال اللي جالنا من رانيا بجد طبق يا رانيا الملوخية معنا وهتعجبك جدا نحط كمان شوية فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده اللحمة بتبدأ لونها يتغير اول ما لونها بيتغير بنبدأ ان احنا نسيبها خمس دقايق بس على النار لو حابين تزودوها اي حاجة ممكن تحطوها حاجة بسيطة جدا مع علاقة شربة وممكن تسيبوها زي ما هي كده هتكون حلوة جدا برضو تمام ممكن نحط عليها طمطمية متقطعة او فلفل او اي حاجة انتم حابين تضفوها نبدأ ناخد الغطا بقى بتاعنا يا شيف كريم الخطوة اللي بعد كده طبعا هنبدأ بقى ناخد السيرفيز بتاعنا او الصينية اللي هنعمل فيها المكرونة بتاعتنا طبعا زي ما قلتلكم المكرونة مسلوقة جاهزة عشان الوقت بتاعنا ما نطولش عليكم نبدأ ناخد السيرفيز بتاعنا اتفضل اول حاجة بنعملها احنا بندهن شسطانية اي حاجة خالص في المكرونة احنا بس بنحط طبقات المكرونة بتاعتنا بتكون اللحمة معنا خلصت طبعا بتدخل الفرن بتكمل تسوية معنا نأمن عليها بس كده زي ما انتم شايفين لونها طبعا يجنن هنا يا جماعة بقى نشوف اللحمة بتاعتنا بجد شايفين المنظر بجد حاجة حلوة قوي ولا توم بقى ولا اي حاجة اللي عايز يعمل اضافة بسيطة ممكن نحط طمط مية صغيرة جدا او نحط قرنفلفل كمان صغير جدا تمام هنبدأ بقى ان احنا خدنا هنا طبقة المكرونة بتاعتنا تفضل دي يا شب كريم طبقة المكرونة بتاعتنا دي اول طبقة بنحطها بعد كده بنحط فوقها على طول اللحمة مباشر شوف احنا ما خدناش اي وقت هنحط اللحمة هنحط عليها المكرونة مرة تانية من فوق وهنامل بشامل معانا ما خدناش فيها دقايق في صنية مكرونة بشامل تمام احنا عندنا هنا اللحمة بتاعتنا خلصت هنبدأ نحطها بقى على ناخد الاسباتيولا مرة تانية ونشيل ده تمام نبدأ يا جماعة بقى نحط اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده نوزعها نوزعها على الصنية بتاعتنا شايفين ما فيهاش اي دهون ولا اي حاجة لان احنا ما حطنا لهاش حاجة يعني بجد تعملها تخلي فيها نسبة دهون عالية نبدأ نوزعها بقى عشان تدينا منظر حلو تبقى من الجناب منظرها حلوة كده طبعا ريحة اللحمة حلوة جدا جدا عايز اقولكم المكارونا البشاميل ديت يعني اكلة بجد كل الناس في مصر بتحبها جدا كل الناس مش في مصر بس كل الناس بتحبها هنبدأ نحط الطبقة التانية من المكارونا زي ما انتوا شايفين كده ونوزعها طبعا كويس جدا عشان ما نخليهاش طبقة المكارونا تكون عالية كتير فتكون يعني عشان نعمل مساحة للبشاميل لما نحطه وهوريكم البشاميل طبعا اغلب البنات عندنا بيعملوه جاهز بيجيبوه جاهز ويعملوه هوريهولكو بطريقة سهلة جدا كمان نحاول نعبي الفراغات بس مش نخليها طبقة عالية نعبي بس الفراغات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده طبعا يا شيف كريم الاكلة ديت فيها كالوري بالعبيد لا لا مش كتير طبعا سيمكن شوية الزيت الزغارين اللي تحطوا دول يمكن شوية الزيت والمكارونا والمكارونا كرب يعني كرب مفيد المكارونا كرب طيب ناخد بقى حلة معانا كمان عشان نعمل البشاميل هنخلي ديت على جم نبدأ نعمل البشاميل بتاعنا تمام هنتفل النار هنا اوكي هناخد بقى يا جماعة هنعمل الخطوة اللي بعد كده اللي هي بتبقى اخر حاجة في صنية البشاميل هنعمل البشاميل بتاعنا وده اهم حاجة واهم تكة في البشاميل زي ما قلنا لكم الاكل تكات وكل اكلة ليها تكة هي دي التكة بتاعة الاكلة بتاعتنا ناخد بقى المعلقة الخشب دي نبدأ ننزل بالسمنة بتاعتنا تمام طبعا السمنة على حسب كمية الدقيقة اللي هنحطها لكل معلقة دقيقة هنحط معلقة سمنة تمام ودي بتبقى مهمة جدا الخطوة دي طبعا يا جماعة بنبدأ بقى حطنا هنا السمنة زي ما قلتلكو حطوا لكل معلقة دقيقة معلقة سمنة لكل معلقة من الدقيقة نحط معلقة من السمنة طبعا احنا كده خلاص خربنا الدنيا كالوري كانت نقطة زيت الاول دلوقتي حطنا سمنة ودقيقة لا بس السمنة مفيدة يعني السمنة مفيدة يمكن اكتر من الزيت السمنة مفيدة طبعا اه اه وخصوصا لما تكون السمنة حيواني مش نباتي صح؟ صحيح تمام يا جماعة الشيف كريم النهاردة بجد منورني جدا انا مبسوطة جدا ان هو مشاركني في الحلقة دية برضو معلوماته حلوة جدا في الدايت والكلام ده كله زي ما انتوا شايفين كده بنحمر الدقيقة بتاعنا مش كتير مش بنحمره كتير طبعا بنكون جاهزين باللبن بتاعنا بيكون مغلي جاهز تمام بنكون مجهزينه كمية الحليب على قد ما الدقيقة هيبدأ يمسك معنا ويلم معنا ناخد المضرب طبعا التكة بتاعتنا في البشاميل ان احنا لازم نقلبه كويس جدا عشان ما يكال كعش مننا زي ما بيحصل مع اغلب البنات الحلوين بنحط الملح يا جماعة وهي لسه سيلة كده معنا طبعا انا مهدية النار عشان بناخد الصلاة كل اللي بنحطه على البشاميل هو ملح بس زي ما انتو شايفين حطينا اللبن بكمية قليلة مش كتير لحد ما نشوف هتاخد معنا قد ايه وبعد كده بنبدأ نزود تمام طبعا احنا هنا علينا النار شوية تمام لازم نوزن ايدينا ونبدأ نحدد كمية الحليب اللي بنحطها بناء على السمك بتاعها لما هتوصل للسمك اللي احنا عايزينه وطبعا البشاميل ما بيكونش تقيل ابدا بنخليه شوية سيل لان قريدي لما بيقعد بيها تماسك يعني بيمسك نفسه فنبدأ نخليه سيل شوية زي ما انتو شايفين كده طبعا هي هتتقل معنا كمان عشان ما تكالكعش مننا نهدي النار شوية عشان ما تبقاش عالية فتبدأ تكالكع من قبل ما نلحق نعملها بالمضرب زي ما انتو شايفين ومعنا اتصال من مالكة ماليكة عاود الاتصال يا ماليكة زي ما انتو شايفينه هي جماعة هي كده بدأت تتقل معانا هو مش هنزود تاني لبن معانا لانها بدأت تتقل مش عايزينها تكون اتقل من كده شايفين ازاي سنكها انا عايز اوريها لكم بس بالمعلقة ناخد المعلقة الخشب تاني شايفين ازاي بيكون سنكها يا جماعة ما بيكونش تقيلة بتكون شوية خفيفة زي ما انتو شايفين لانها قريدي هتمسك نفسها لما بنحطها في الفرن تفضل يا شيف كريم كده احنا خلاص خلصنا اول ما يبدأ يغلي معانا البشاميل من غير ما يكالكع زي ما انتو شايفين كده يعني البشاميل خلص معانا كده احنا جاهزين نحطه على وش الصينية بتاعتنا تفضل احنا كده جاهزين الاول بس نعمل ايه ناخد البشاميل بتاعنا تمام الحليب هنا خلصنا يا شيف كريم مش محتاجينه نحط البشاميل بتاعنا طبعا نبدأ نحطه بالطريقة اللي تعجبنا ولكن نوزعه زي ما انتو شايفين بيبقى سايل شايفين منظره ازاي بيكون سايل معانا ما يكونش تقيل عشان نقدر نفرده ونوزعه على كل الصينية بتاعتنا شايفين المنظر ده احنا كده بنوزعه بقى براحتنا بعد ما بننزل بيه ناخد منزيل يا شيف كريم تمام نبدأ بقى نوزع البشاميل بتاعنا زي ما قلتلكم ودي برضو خطوة مهمة قوي طبعا اللي بنحطه على وش الصينية ممكن نحط اي جبنة متوفرة في البيت هتديها اللون اللي احنا عايزينه وهتبقى حلوة جدا هنا حطينا البشاميل يا جماعة الصينية بتاعتنا بدأت النهية يكتمل شكلها زي ما انتو شايفين زي ما قلتلكم بنبدأ بعد كده اخر خطوة بنحط عليها الجبنة بتاعتنا تمام الجبنة دي بقى بيكون اختياري اي نوع جبنة عندكم بتبدأوا تحطوه على الوش علشان تتحمر بس تاخد اللون مش اكتر تمام وطبعا بتديها طعم لطيف حلوة جدا الجبنة المتزارلة فيه ناس كتير بيحبوها في اي حاجة فطبعا دي هتبقى فرصة ان انتو تحطوا الجبنة دي على المكارونا بجد بشكركم جدا على متابعتكم الحلوة دي احلى متابعين في الدنيا متابعين قناة الصحة والجمال ومتابعين مطبخ فريدة فوزي حبيبي تتلمول يا رب على تواصلكم دوت ولسه استنوا مننا كتير طبعا احنا كده خلصنا كده استنية معانا خلصت بنبدأ ان احنا ندخلها الفرن ونشوف الاكلة اللي بعدها